اشتركوا في القناة برعاية موقع مارين هب بوابتك الإلكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية أخوكم أحمد مأمون معكم كالعادة ونبدأ حلقة اليوم كل عام وأنتم بألف خير من ضمن الحاجات الأساسية جداً المهمة تكون معنا على القارب في طول الوقت تقريباً هو أي نوع من أنواع السبيكي ريجز ارجعوا زمان كده في حلقاتنا هتلاقوا أن احنا اتكلمنا عن السبيكي ريجز واستخداماتها وقد إيه هي بتكون في غاية الأهمية لما بحاول أصطاد أسماك صغيرة أستخدمها كطعوم حية سواء في الجر سواء ونواقف سواء في خلال عملية الدريفتينج أو الصيد ضريق السماري أو التصبية أن ناسيب القارب يتحرك كل دي أوقات مناسبة جداً أن أستخدم فيها طعوم حية وبتحقق نتائج فوق الممتازة لكن تخيلوا لو أنا ما عنديش الأداة أو مش متاح بالنسبة لي الأداة اللي أقدر على طول في ثواني أفعلها وأجيب بيها الطعم الحي اللي موجود قدامي عشان كده السبيكي رجز بالذات المقاسات الصغيرة شايفين المقاسات قد إيه؟ يعني المقاس بتاع ما عليكم من الأرقام لأنه يكون في تغيير أصغر مقاس ممكن تلاقيه من الهوك أو السم هو ده اللي إحنا بندور عليه حقيقي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الموضوع ده ده بالضبط زي اللي إحنا جبنا سابطة الحلقة اللي فاتت خلاص عبارة عن اتنين دوب بكرر بس الموضوع لأن عايز أفكركم بالمدور في غاية الأهمية إن لو أنا منزل طعم حي أو كذا على واير في غاية الأهمية إن أنا يكون عندي هنا في مدور فاصل الأمور عن بعض بالذات لو الطعم بتاعي صاحي ولو أنا هستنى عليه فترة ولو هسيبه شوية على ما يلاقي صاحب نصيبه اللي يجي يلتهمه وبالتالي هنا عندنا في ناحية فيها هوك وجاهز على طول للطعم الحي والناحية التانية فيها مدور فحبيت أأكد على المعلومة دي فقط لغير حاجة كمان مهم إن إحنا نشير لإستخدامها هو النوع ده من الحاجات اللي بتجذب اللي انتبقاها إما هستخدمها على الترديع بتاعة الطعم الحي اللي إحنا لسه شايفينها حالا إما هستخدمها على أسست مثلا إما هستخدمها على ميدار أو هوك عادي خالص ما فيهوش أي شيء غير إن أنا هستخدمه وهحط عليه كاتبيت طعم كمان وما فيش مشكلة إن أنا زود حاجة زي كده فوق الطعم بتاعي أو فوق الميدار بتاعي هيزود الفرص بتاعتي ومش هيسبب لأي مشكلة فوجود شوية صغارين من دول أحيانا بيبقى هو الفارق بيبقى هو اللي بيشد نظر السمك ويخليه قرب إلى حد ما لحد الطعم بتاعك حقيقة كمان مهم إنها تكون معاك وهي الربربانز يا جماعة الأساتيك الأساتيك دي في غاية الأهمية في غاية الأهمية لو حد متابع معانا كده من الحلقة رقم واحد هتلاقوا إن إحنا عموما الربربانز أو الأساتيك بنستخدمهم استخدامات كتيرة جدا جدا واحدة بس فقط من استخداماتهم هتبقى إن أنا أعرف بدون أي مشكلة أوصل التقل بتاعي الوزن البلود بتاعي في أي مكان على الخيط يعني لو أنا عندي الخيط في السن هنا هو خلاص وأنا هركب الطعم بتاعي هنا وهنزل متر اثنين تلاتة وبعدين أجي أربط الوزن بتاعي فأي مكان أنا عايزه بعد كده على حسب أنا محتاجة سيب ليدر قد إيه وفي نفس الوقت ده مربوط بربرباند يعني هينزل ويطلع معايا مفيش مشكلة بس أول ما يقف في صخرة أو شعبة أو شيء على طول الربرباند هو اللي بيقطع وبحافظ على السمكة أو الترديعة أو الرج بتاعتي بالكامل فمهم إن أنا يبقى معايا أساتيك بالأساتيك الربرباند في غاية الأهمية طبعا ده غير استخداماته مع السيركل هوك في اللايف بيتس ودي حاجات تتكلمنا عنها بزمان بما يكفي كما أعتقد آخر حاجة معانا عايزين نتكلم عليها هي الفل ده بيبقى الفكرة فيه بس إن أنا أحتفظ بشوية حاجات مثال إن أنا هنا محتفظ بالإبرة بتاعتي اللي لو أنا عايز أعدي أي وير في أي سمكة أو طعمة حي الطول بتاعها كافي في حاجات أطول من كده ونقدر نعمل أطول من كده بكتير لكن دي إبرة بتاعت خياطة مقاس كبير جدا لو تلاحظوا أنا فاتح الجزء اللي ورا هنا خلاص شايفين أتمنى يكون واضح فتحت أنا الجزء ده بحيث إن هو هنا يقدر يمسك أمسك أي خيط وأسحب الإبرة كلها داخل السمكة وطلعها من الناحية التانية بسهولة سواء إذا كان خيط أو واير أو حتى لو هعدي رابر باند لو يعني لو هعدي أستيك لو أنا هربط فيه طعم حي وهمسك الهوك بتاعي كله يبقى إكسبوزد من بره فبردو هستخدم الإبرة فالقطعة دي مهمة في الموضوع ده إنها بتساعدني إن أنا أحتفظ بشوية حاجات بسهولة كده الإبرة بتاعتي موجودة وأنا عارف مكانها طيب إيه اللي موجود هنا بقى ده؟ تعالوا كده نفك أول واحد ونشوف بالضبط ده عبارة عن إيه ده عبارة عن ترديع جاهزة زي ما إنتوا شايفين أوكي الهوك صغير خلص وآخره مدور جاهز معاك سمك صغيرة عايز تنزلها طعم حي بسرعة تروح جاي عامل ده أقدر أركب المدور ده على نفس المشبك بتاع القصبة بتاعت الجيجين يعني لو أنا مركب بسناب سهل جدا أشبك السناب من هنا وبقى كده معايا قصبة الفاست جيجينج اتحولت لقصبة طعم حي في ثلاث ثواني خلاص؟ أنا كل اللي بحاول أوريه لكم ده هو عملية استغلال لأقصى درجة آآ للوضع وأنا داخل البحر وزيك وأخليه أكتر كفاءة طيب تعالوا نفك آخر واحد للاحية دي ونشوف ده عبارة عن إيه ايه ده يا ترى؟ ده عبارة عن ترديعة جاهزة للترولينج لو تشوفوا الوزن ده أنا عامله هنا بواير حديد مجالفن لفه على الهوك زي ما انت شايفين ثابت مكانه ممكن يبقى فيه حركة خفيفة كده هنفيش مشكلة بس ما بيتحركش من الواير أقصد يعني أوكي؟ وكل الفكرة أن أنا هيبقى عندي السمكة السمكة ده وراسها هنا كده خلاص؟ والسمكة بالطول اهي أنا همسك الهوك ده من تحت فم السمكة هيبقى الهوك ده راكب فيها بالشكل ده خلاص؟ وعندي الهوك التاني الكبير ده سهل جدا ان انا ربطه في آخر مكان في الديل او تحت فيه تحت عند الزعنفة البطنية اللي ورا مفيش أدنى مشكلة ده بس عشان يزود الهوكة بريت عشان لو جيه اي نوع من أنواع الأسماك المطاردة اللي هتقص الديل الأول زي البراكودة زي الكنعد او الدراك بأنواعه حاجات كتيرة جدا من المفترسات هتقص الديل الأول وبعد كده تيجي تلتهم باقتها أنا عشان ازود الهوكة بريت بحط الستينجر اللي ورا ده بيسموه استينجر او اللادع او زي الذنب اللي موجود فيه عند النحلة او الدبور الستينجر ده هدفه أنه يزوجي الهوكة بريت فقط لغير الوزن بالمكان ده البلود بالشكل ده هدفه أنه هو يخلي أتقى المكان في السمكة هو تحت الفم في الظبط على أساس أن أنا هنا مدخل الهوك ده من الأسفل في فم السمكة وبالتالي تفضل السمكة وهي بتتجر ورا المركب عملية السحب تفضل مستقيمة كتير جدا من اللي بيشوفهم بيستخدموا الإبر ويبدأوا يعملوا ما يسمى بالتسيخ أو أن أنا أركب طعم ميت أجر به بيعملوا بطريقة أنه الطعم في الآخر بيبقى بيلف اللفة دي غير طبيعية تماما في البحور المالحة أو في أغلب البحور المالحة على حد ما أعلم بعض أنواع الأسماك في بعض الأماكن والبحيرات الكبيرة ممكن يستخدموا لها بعض أنواع طريقة معاناة للتسيخ عشان الطعم في الآخر يلف إحنا عايزين ويعمل كده لكن في البحر المالح بالذات في بحور منطقتنا العربية البحر الأبر المتوسط البحر الأحمر الخليجي العربي طبعا والمحيط الهندي بالذات في المناطق دي الأسماك اللي بنستهدفها مهم أن سباحة الطعم الميت يكون إلى حد ما طبيعي إلى حد ما طبيعي وبالتالي أنا عايز السمكة واقفة كأنها طبيعية في المية مش على جنبها بتتحرك بشكل مناسب ولما نيجي نعمل ده في سمك البالهو أو سمك الجنبرور أو سمك السلس كما نسمى في دول الخليج كل دي مسميات لنفس السمكة لما نيجي نعمل ده مع بعض في المستقبل لما نتكلم عن الجر هوريكم بالزبط إزاي ممكن نعمل ترديع السمكة تفضل فيها مستقيمة وأنا بجر بالمركب وبتمشي وراي بكل انسيابية لكن كل ما السمكة بتاعتي كانت بتلف كل ما ده هيقلل الهوكا بريد مش معنى كده أنها مش تنضرب ممكن تيجي براكودة كبيرة أو عجام كبير يضرب أي حاجة أي حاجة هتجرها ورا المركب هيشوف هالبتاع ده بتلمع ولا شكلها مغري هيضربها لكن أنا عايز السمكة اللي أقدر أقنعها فعلا بطريقة سباحة السمكة الميتة اللي أنا بجر بيها وبالتالي أكتر من واحد من دول اللي فيهم أوزان دول كلهم مختلفة كلها حاجات خاصة بالجر بالطريقة دي يبقى أنا لو في مكان معين وقدرت ألاقي سمك سلسة أو جنبرور موجود بسهولة أصطاد من واحدة أو في بعض الفصائل من البراكودة الزغيرة زي ما يسمى بالزرقان في البحر الأحمر دي كلها أنواع ممكن أستخدمها في الجر بنفس الطريقة الهوك من تحت الرصاصة دي لازمتها أنها تخلي السمكة معتادلة وقفة كويس في المياه ماشية كويس وفي بعض التركات الصغيرة اللي بنعملها في جسم السمكة عشان نسهل السباحة لكن دي هنخليها في وقتها المقصود والمهم اللي احنا عرفه النهاردة إن وجود الحاجات دي معاك هيخلي رحلة الصيد بتاعتك أكتر كفاءة وأفضل ألف مرة من ناحية الإنتاجية كتير جدا وإحنا بنستخدم الجيجات بالنسبة لنا في الجيجينج يعتبر البايكاتش أليل جدا يعني السمك اللي أنا مش عايزه اللي بيطلع بالجيجات أليل جدا ولكن من وقت للتاني بيحصل أن بيطلع معايا سمك صغير السمك الصغير ده سهل جدا أستخدمه في نفس المكان في نفس الوقت أو هجر به لو هروح مكان تاني وطلع به سمك أكبر فالحاجات دي تخليك جاهز أكتر ومشتعد فيه خلال وقتك في البحر أخيرا مهم إن يكون معاك أي نوع من أنواع الخيوط سواء خيط خياطة زي ده أو خيط خاص به الطعوم زي ده ده الخيط اللي بيكون فيه قدر معين من الإلاستيسيتي كده بيبقى زي أستيك بيمط شوية وده خيط خياطة أنا ما عنديش مشكلة تستخدم أي واحد فيهم يعني اللي اتنين بيقدوا نفس الغرض وهو إن إحنا بسهولة نقدر نسبت الطعم بتاعنا على الميدار أو على السن أو لو هلف مثلا على سمكة لو حطيت كلماري كامل ميت الحاجات دي كلها بيسهل علي وجود الخيوط دي معايا سواء خيط خياط عادي أو سواء الخيط التاني المخصص للطعوم بتاعت الصيد أي واحد فيهم هيقوم بدوره وما فيش أدنى مشكلة كل اللي قدامنا دي مقاسات أتمنى تكون حلقة اليوم كانت مفيدة بالنسبالكم أتمنى يكون فيها قدر معين من الفائدة وأتمنى لكم رحلات صيد آمنة وصيد أكثر استمتاعا وأشوفكم الحلقة الجاية وشكرا جزيلا على متابعتكم الطيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر